اهلا بكم تعالوا في المحاضرة دي نشوف ازاي انشئ حسابات الفيسبوك وانستجرام وكمان الواتساب وابدأ اعمل لينك ما بينهم علشان في النهاية اقدر اعمل اعلانات متفعلة مع التلات تطبيقات اول حاجة لازم نعرفها ايه هي علاقة التلات تطبيقات دول ببعض اولا طبعا احنا عارفين ان الفيسبوك اشترت انستجرام وواتساب وبقت بتملك التلات تطبيقات مع بعض وبالتالي انا اقدر اعمل تناغم بين التلات تطبيقات دول وانا بعمل الاعلانات يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن اعمل بوست والبوست ده اعمله اعلان ويبقى فيه تحت زرار كده مكتوب فيه تواصل معانا من خلال الواتساب يعني لو ضغط عليه مش هيبدأ يبعت الرسائل على المسينجر بتاع الفيسبوك ولكن لا من خلال الواتساب نفسه وده هيبقى اسهل للعميل وكمان اسهلك انت في التعامل معهم كمان ممكن اعمل اعلان واحد بس يتعرض على الفيسبوك وعلى انستجرام لان طبعا فيه ناس بتستخدم الفيسبوك وفيه بعض الناس ما بتهتمش بالفيسبوك بتستخدم بداله الانستجرام فانا ممكن الاعلان الواحد يبدأ هو يشوف العمل المستهدفين بيستخدموا انهي ابليكيشن ويبدأ يعرض عليهم حسب الابليكيشن اللي هم بيستخدموا فعلشان كده احنا محتاجين يبقى عندنا تلات حسابات واقدر اعمل ما بينهم التناغم ده بس اولا لازم الحساب اللي هتعمله على الانستجرام يكون انستجرام بيزنس وهوريك دلوقتي ازاي بعد ما تنشئ حساب الانستجرام العادي خالص تحوله الى بيزنس او بروفيشنال اكاونت ويفضل كمان ان الواتساب يبقى واتساب بيزنس مش واتساب عادي خلي بالك من فترة قريبة جدا بقى ينفع ان انا استخدم الواتساب العادي بتاعي في ربطه مع الاعلانات او ربطه مع صفحات الفيسبوك وانستجرام قبل كده ما كانش ينفع كان لازم يكون واتساب بيزنس دلوقتي لا ممكن يكون واتساب عادي وممكن يكون واتساب بيزنس بس يفضل طبعا انه يكون واتساب بيزنس ليه؟ لان الواتساب بيزنس فيه امكانيات كويسة جدا في التعامل مع البيزنس يعني مثلا ممكن احط في الواتساب بيزنس رسائل ترحبية بحيث اول معميل يعمل كونتاكت معايا يظهر الرسالة كما ممكن انا اسجل رسائل بحيث ان اي عميل يسأل اي سؤال هيبقى عندي ردود جهزة اقدر ارد بيها انما ده طبعا مش هينفع يتم في الواتساب العادي ولكن في الواتساب بيزنس ينفع فعلشان كده بقولك يفضل ان الاكاونت اللي تعمله يكون واتساب بيزنس ومش بس ان انا انشئ الحسابات دي وخلاص كل واحد يبقى كده مستقل بذاته ولكن لا لازم اعمل تفاعل او ادمج التلات حسابات مع بعض وهنشوف طبعا برضو في الدرس ده ازاي نعمل الكلام ده يبقى اذا اول اجراء انا لازم اعمله ان انا انشئ الحسابات التلاتة دول حساب الفيسبوك حساب الانستجرام حساب الواتساب بيزنس طبعا لو انت عندك حساب فيسبوك شخصي مفيش اي مشكلة ليه لان انا مش هستخدم الاكاونت الشخصي ده في عمل الاعلانات لا انا هعمل صفحة الصفحة دي طبعا هتبقى صفحة تجارية باسم الشركة او باسم المنتج اللي انا ببيعه والصفحة دي هي اللي هعمل عليها الاعلانات من خلال حسابي الشخصي يعني الحساب الشخصي بتاعك مش هيبان ده اللي هيبان لصفحة اللي انت هتنشئها علشان تعمل فيها الاعلانات وطبعا اصلا انا ماينفعش اعمل الصفحة دي كده لوحدها لازم يبقى فيه حساب شخصي ومنه اعمل الصفحة دي فطبعا حسابك على الفيسبوك الشخصي ده مناسب جدا مفيش اي مشكلة وهنتعلم ازاي نعمل من خلاله الصفحة او الصفحات اللي انا هستخدمها في الاعلانات اما بقى حساب الانستجرام وحساب الواتساب لأ انا هستخدم الحساب نفسه فما ينفعش بقى يبقى حسابك الشخصي على الانستجرام هو اللي انت هتستخدمه محتاج ان انت تعمل حساب جديد خالص باسم الشركة واللوجو بتاعها يبقى خاص بالمنتج او بالشركة اللي احنا هنسوق لها لان الحساب اللي انت هتعمله ده هنبدأ نربطه بالصفحة اللي احنا هننشيها في الفيسبوك ويبقوا اللي اتنين متفعالين مع بعض ما ينفعش تستخدم الاكاونت الشخصي بتاعك لأ اعمل حساب جديد خالص باسم الشركة وبياناتها علشان الحساب ده هو اللي هيتربط بصفحة الفيسبوك وزاي ما قلتلك وهنشوف دلوقتي في الخطوة الجاية ازاي بعد ما تنشئ حساب الانستجرام ده تحوله الى بروفيشنال او بيزنس اكاونت كذلك برضو حساب الواتساب طبعا هتدخل على الجوجل بلاي او الاب ستور وتكتب واتساب بيزنس وتبدأ تنزل الابليكيشن ده وتعمله ستاب عادي خالص ويفضل طبعا او هو ده المفروض انه يبقى برقم تليفون خاص بالشركة او خاص بالشغل بتاعك ويبقى مستقل بزاته وطبعا خلي بالك انت ممكن تنزل تطبيق الواتساب بيزنس مع كمان التطبيق بتاع الواتساب عادي يبقى عندك الاتنين تطبيق على الموبايل الواتساب العادي بتستخدمه استخدام شخصي اما الواتساب بيزنس فهده هيبقى عليه رقم الشغل وهتبدأ بقى تسجل عليه الرسائل بتاعتك اللي انت هتبدأ تبعاتها الى العملة يبقى مهم جدا ان احنا ننشئ التلات حسابات دول هتبقى عندي مشكلة ان حساب الانستجرام لابد ان انا حوله الى انستجرام بيزنس بمنتهى البساطة من الابليكيشن اللي على الموبايل هتظهر لك الوجهة بتاعته بالشكل ده اول ما تفتحه كل اللي عليك ان انت تضغط هنا على القيمة دي فهيظهر لك الشاشة دي ومنها هتضغط على كلمة ساتنجز اللي موجودة تحت فهتظهر لك برضو الخيارات دي منها هتضغط على كلمة اكاونت فهتظهر لك الشاشة الاخيرة دي ومنها هتضغط على كلمة سويتش تو بروفيشنال اكاونت كده الحساب اللي انت انشأته جديد وكان شخصي بقى خلاص دلوقتي بروفيشنال وبالتالي اقدر اربطه مع صفحة الفيسبوك اللي هنشئها وكمان مع الواتساب ويبقى فيه لينك ما بين التلت تطبيقات مع بعض طيب تعال بقى بشكل اعمق ندخل داخل تطبيق الفيسبوك ونبدأ نشوف بقى التطبيق ده عامل ازاي لان فيه بعض التشعوبات فيه احنا اتفقنا ان حساب الانستجرام وحساب الواتساب الحساب نفسه اللي باستخدمه في عمل الاعلانات مفيش اي تشعوبات تانية موجودة فيه انما الفيسبوك لأ تعال نشوف بقى ونشرح كده الفيسبوك بشكل مبدأي انا لازم يكون عندي حساب شخصي زي ما قلنا حسابك الشخصي على الفيسبوك هو ده اللي هتبدأ بقى تعمل منه كل الشغل اللي انت عايزه طيب ايه اللي انا ممكن انشئه من الحساب الشخصي بشكل اولي انا ممكن انشئ صفحات لو انا ببيع اكتر من منتج فانا ممكن اعمل صفحة لكل منتج او لو هي الشركة بتتكلم عن منتج واحد او عن منتجات متربطة ممكن اعمل صفحة واحدة باسم الشركة علشان ابيع من خلالها المنتجات فاذا الحساب الشخصي ممكن تعمل منه صفحة واحدة او عدد لا نهائي من الصفحات حسب احتياجك وطبعا مدام وصلنا إلى الصفحة حسابك الشخصي مش هيبقى باين خالص ده اللي بتدير منه الصفحات والصفحات دي هي اللي هتظهر للجمهور المستهدف ايه تاني أنا ممكن أعمله؟ ممكن تعمل مجموعات فيسبوك أو فيسبوك جروبز يعني ايه بقى الكلام ده؟ ايه الجروب وايه الصفحة؟ الجروب إلى حد ما شبه الصفحة برضو بيبقى كوميونيتي كده مغلق وموجود داخله مجموعة من الأشخاص بيبدأوا يتفاعلوا مع بعض ايه بقى الفرق ما بين ده وما بين ده؟ هنشوف دلوقتي بس قبل ما نشوف الفرق تعالى كده نزبط المصطلحات أنا الأشخاص اللي موجودين عندي في الحساب الشخصي دول بنسميهم فرينز أو الأصدقاء بتوعي أما اللي موجودين على صفحة الفيسبوك اللي هما بيعملوا لها لايك دول بنسميهم فانز أو معجبين أما اللي موجودين جوة جروب الفيسبوك فدول بنسميهم مامبرز أو أعضاء طيب إيه بقى الفرق ما بين الصفحة وما بين الجروب؟ أولا الصفحة دي هي المجتمع الأكبر بتاعي يعني مثلا منصة إيزيتي لها صفحة على الفيسبوك اسمها إيزيتي الصفحة دي ممكن من خلالها أعمل مجموعة من الجروبز خلي بالك بس أنا ما بعملش الجروبز من الصفحة أنا بعملها برضو من حسابي الشخصي يعني زيها زي الصفحات علشان كده هي مش متفرعة من هنا أنا بعمل الجروب والجروب ده ممكن ما يبقاش لي علاقة بالصفحة ممكن بقى الجروب حاجة تانية خالص بس غالبا ده اللي بيحصل عندي صفحة لإيزيتي مثلا من المنصة التعليمية دي وعندي مجموعة من الجروبز جروب لديبلومة الجرافيك جروب لديبلومة الموشن جرافيك جروب لديبلومة السوشيال ميديا مثلا بحيث ان يبقى كل جروب من دول داخلوا مجموعة من الميمبرز لهم علاقة بالموضوع الفرعي ده بحيث يبدأوا يتفاعلوا مع بعض ينزلوا البوستات اللي هم عايزينها يبدأوا يتبادلوا الخبرات وده بيزود التفاعل مع الصفحة وعموما مع البزنس بتاعك طيب ايه الفرق بقى الجوهاري ما بين الاتنين تعال نشوف انا حددت مجموعة من العناصر اللي ممكن يبقى فيه اختلاف ما بين الصفحات والجروبز فيها اولا المشاركات او البوست غالبا اي صفحة ماينفعش الفانز اللي فيها يبدأوا ينزلوا بوستات لأ البوستات دي خاصة بالأدمنز بتوع الصفحة هم اللي المفروض بينزلوا البوستات دي طبعا خلي بالك انت ممكن تخلي الفانز ينزلوا بوستات بس غالبا ده ما بيحصلش وبنقفل الاختيار ده زي ما هنشوفه ما نيجي ننشئ الصفحات ازاي اصبط بقى الصفحة وفعل او الغي تفعيل بعض الخصاص انما الطبيعي ان الصفحات محدش بيعمل فيها مشاركات غير الادمنز بتوع الصفحة اما الجروبات لا جروب الفيسبوك اللي فيه مجموعة اعضاء كل الاعضاء من حقها انها تنزل بوستات ويبدأوا يتفعلوا مع بعض ويعلقوا على البوستات دي ويتبادلوا الخبرات او يبدأوا يبدوا اراءهم في موضوع الجروب ده طيب الاهم بقى الوصول او الريتش يعني ايه الارجانيك ريتش او الوصول الطبيعي انا لما بنزل بوست على صفحة الفيسبوك البوست ده ما بيروحش لكل الناس او مش كل الناس بتشوفه ماكسمم خمسة واثنين من عشرة من الفانز بتوع الصفحة اللي بيوصلهم البوست اللي انا نزلته مش كله يعني بيوصله طبعا الفيسبوك عمالة تقلل في الرقم ده علشان هي يهمها ان انت تعمل اعلان علشان توصل البوست ده للناس الموجودين في الصفحة ما يبقاش يعني اورجانيك كده وعام وبيوصل لمية في المية من الناس يبقى انت مش هتحتاج تعمل اعلانات لو الموضوع كده فماكسمم هيبقى خمسة واثنين من عشرة ده لغاية النهاردة ممكن بكرة يقل يزيد بس غالبا هيقل لان دايما الفيسبوك بتقلل الرقم ده علشان تكبرك ان انت تعمل اعلانات اما جروبات الفيسبوك لأ اي بوست بينزله اي ممبر داخل الجروب بيوصل لكل الناس يعني كل الناس تقدر تشوف البوستات دي بشكل اورجانيك بيوصل لها الكلام ده ومش محتاج ان انت تعمل اعلانات واصلا ماينفعش تعمل اعلانات داخل الجروب المهم تعال نشوف البعد كده الناتفيكيشنز او التنبيهات لو انت نزلت بوست على الفيسبوك ما حدش بيوصل له تنبيه ان الصفحة الفلانية نزلت البوست الفلاني انما الجروب لأ اي حد على الجروب بينزل بوست فبيبدأ ييجي للاعضاء بتوع الجروب نوتيفيكيشنز جده او تنبيه ان في بوست جديد نزل على الجروب وبتقترح عليك ان انت تروح تشوفه فدي طبعا ميزة في الجروب طيب الربط مع التطبيقات الفيسبوك ينفع انما الجروب زي لأ يعني ايه يعني صفحة الفيسبوك انا ممكن اربطها بحساب انستجرام وبحساب واتساب انما الجروب لأ ده جروب كده مستقل بذاته ما بيطربتش مع اي ابليكيشنز تاني بالنسبة لمحركات البحث صفحة الفيسبوك بتبان في محرك البحث انما الجروب لأ يعني ايه يعني لو عندك صفحة مثلا اسمها دبلومت السوشيال ميديا وعليها بقى تفاعل كتير وليها ما يؤهلها ان انت لو عملت سيرش داخل جوجل مثلا وكتبت كده دبلومت السوشيال ميديا الصفحة دي تظهر في نتائج محركات البحث انما الجروب زي لأ حتى لو في ملايين وفي تفاعل ما بيظهرش ابدا في محركات البحث الميزة دي ملغية في الجروبز اما اخر حاجة بقى واهم حاجة اللي هي الاعلانات اللي احنا هنتعلمها في الكورس ده انا ممكن اعملها على اي صفحة او على اي بوست من البوستات اللي موجودة في صفحات الفيسبوك اما البوستات اللي موجودة في الجروبز انت ما ينفعش تعمل عليها اعلان الجروب ملوش اي علاقة بموضوع الاعلانات زي ما قلتلك ده كوميونيتي صغير كده انت بتنشئه علشان تاخد فيه بعض الفانز اللي موجودين في صفحتك ويبدأوا يتفاعلوا مع بعض وانت كمان تتفاعل معاهم علشان تزود الليواليتي او الولاء لمنتجك او لشركتك ان شاء الله في المحاضرة الجاية هنبدأ بقى نشوف الكلام اللي عرفناه نظري يتطبق ازا عمليا ازاي انشئ صفحة الفيسبوك من الاكاونت الشخصي بتاعي ازاي اربطها بحساب الانستجرام وحساب الواتساب اللي انا انشأته وكمان ازاي اعمل جروبز واعمل لينك ما بين الصفحات والجروبز وازبط كمان الخصائص المختلفة بتاعة الصفحات موسيقى